الناس كلها سألتني على الوكبة الثانية اللي أنا نزلتها قالوا ان انت حط فيها زيت وباليانا اكل مش صحي لا لا ما كله صحي لحمة وفرومة، بلفل وملك، صلصة وزيت، بصلة وتوم وطمط متين بس قوطة وبصل وتوم بس يلا هنعمل الصلصة دلوقتي امرها سهل جدا مية ومعلقتين صلصة من الجاهزة دي وخلاص على فترة السعف عدم استخدام الزيت فين ان انت تبقى معاك تاسا ما تلزقش على نار هادية وتقطع عليها اللحمة وانت بتتخليمها واحدة واحدة هذا معاد الصلصة لا يوجد أي زيت لا يوجد ملء لا يوجد فلفل لسه هامالاين سولت او اللي هو بيسموه بينكي سولت ده مهم جدا ان انت تضعه في اكلك وموجود في كل حتة في الدنيا فلفل بس كده الصلصة خلاص جهزت كل انا هعمل احط اللحمة المفرومة اللي انا عملتها في الصلصة طبعا الميزان حبيب كل لعيب كمان لأجسام او الناس اللي عايزة تخس انا بالنسبالي واخد مئتين جرام رز وكده دي الوجبة بتاعتي اللي هاكلها دلوقتي لحمة مفرومة مع رز من غير ولا نقطة زيت السلام عليكم موسيقى